موسيقى حياكم الله حلقة جديدة من يهلة وهذه هي العنوين موسيقى بلغة الأوردوة بألحان سعودية فنان باكستاني يحتفل باليوم الوطني السعودي موسيقى قانوني يتحدث عن نفقة المتعة ويجيب هل هي موجودة لدينا موسيقى مالك حك حملة لحماية الأطفال من التنمر موسيقى موسيقى حياكم الله أهلا بكم أعلنت قوات التحالف أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة موسيقى استمرار التصعيد الحوثي العدائي بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيين نحو أبهى تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشير موسيقى جددت وزارة الداخلية التذكير بعقوبة مرتكبي جريمة التحرش والحالات التي تستوجب تغليظ العقوبة فيها أبينت أن مرتكبي جريمة التحرش يعاقب بالسجن بمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هتين العقوبتين التحرش وأي قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص اتجاه شخص آخر بما في ذلك وسائل التقنيات الحديثة يعاقب المتحرش بالسجن بمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى العقوبتين تغلض عقوبة المتحرش بالسجن مدتا لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال في حال تكرار الفعل موسيقى أكدت هيئة الصحة العامة وقايا أن الطلاب والطالبات المستثنين من تلقي اللقاح لمضاد المضاد لفيروس كورونا يعاملون معاملة الطلاب والطالبات مكتملي الجلعات بالنسبة للحضور إلى المدارس إلغاء اشتراط تخصيص موظف لقياس حرارة الداخلين إلى المنشآت التعليمية إلغاء ترك الصف الأول من الحافلة فارغا مع الاستفادة الكاملة من الطاقة الاستيعابية للحافلات بنسبة 100% إزالة استخدام حواجز على طاولات الطلاب والطالبات وتطهير وتعقيم مرافق المدرسة دون عدد محدد بعروض ضوئية احتفت الإمارات باليوم الوطني السعودي الـ 91 علاقتنا خوية بين بلدين دائماً وأبداً ستبقى راسخة ترجمة نانسي قنقر هذه الاحتفالات ليست فقط في الإمارات لكن في العديد من دول العالم التي شاركت السعوديين فرحتهم باليوم الوطني بعد الفاصل أنا أعوده أبقوا معنا حياكم الله من جديد مع غمرة الأفراح باليوم الوطني السعودي الـ 91 انتشر مقطع لفنان من باكستان وهو يشدو بلغة الأوردو على الألحان الوطنية السعودية وسط تفاعل كبير من الحاضرين في البداية خلونا نشوف الفيديو ثم نعود إليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فرحتهم في اليوم الوطني السعودي غير أعمال أخرى طبعا موجودة عندك لكننا اليوم نريد أن نأخذ مننا التفاصيل رحبوا معي بسليم رفيق فنان باكستاني شرفنا اليوم بالستوديو أهلا سليم السلام عليكم حياك الله كيف حكرا الحمد لله انت كيفك؟ الحمد لله تمام سليم دعنا نبدأ المقطع انتشر بشكل كبير بس خلينا أول شيء أعرف منك أنت وين تعلمت اللغة العربية لأن لغتك ممتازة ما شاء الله تبارك الله مره مره يعني جيدة مقارنة كيف كيف تحلمت اللغة العربية حكي لي عن قصتك عن حياتك أول شيء أنا عايش في السعودية مولد في السعودية و درست مدرسة باكستاني مدرسة مدرسة سعودي بس كان صغير يتلعب كورا مع سعودين وهم أعلمنا عربي كم لك في السعودية 30 سنة 30 سنة ما شاء الله عايش حين و زي سعودية بلدية لا يحتاج كنت عايش في الرياض بالأساس وتعلمك اللغة هذة كانت من المخالطة أم لا بالمدرسة كانت لا لا مخالطة مخالطة سعودين كان صغير يتلعب كورا و الناس كان صغير لكن الآن تحب يعلم عربي مرة أكتر صار عندي كواية اللغة العربية أكتر مو يعني كويس يعني بشكل كبير طيب غنيت أغنية اليوم سعودية بلحن سعودي مقام مختلف موسيقى مختلفة و حولتها لأغنية بلغة الأوردو كيف ركبت الأغنية من وين جتك الفكرة وين غنيت هذه في الجدة في الجدة هذه اللغنية قريبة صارت في اليوم الوطني لا قبل اليوم الوطني هنا حفلة ترفية السعودية حقيبة حيات الترفية نعم كان الحضور لكن war في باكستانيين وسعودين سعودين هل باكستانيين وسعودين وين كان المكان الحفلة في الجدة لكن لا نسيت مكان قريب من حمدانية أنت عندك نشطة كثيرة حفلات في السعودية أي حمدان كثير من 11 سنوات لما صديت حفلات كثيرة في السعودية و السر تعلقك بالأغاني السعودية ليش تحب الأغاني السعودية عشان مولت أغديو عايش أحب سعودين و حتى عربي مرة مرة لغة عربي مرة حلو و كانت صديق حفلات هندي و باكستاني كثير لكن كان واحد صديقي قال فيه يجيك حفلة واحد و لازم يحتاج فنان باكستاني يغني عربي و هم قالوا أنت تستطيع أن تغني عربي طيب أبغى عيش تلمان طيب لا يوجد مشكلة أنا حفظي قبل يومين كده و غنيتها في الحفلة فرحت حفظت الأغرية و رجعت كملتها ايه و غنيت و كانت سهلة الحفظ لك سهلة لازم لديك مخ و أنتم يعرفين كيف عشان للفنان هو عنده شيء تستطيع أن تغني انجليش و عربي و الحمد لله أندي أسلحية كذلك طيب أنت ركبت كلمات أوردو على الأغنية عشان اللي هفلة في الجدة كان ناس باكستانيين و سعودين ها فكنت ماخذ نص نص لازم و أنا باكستاني كمان و لازم لو أنا غنيت سعودي فوقه هذا أحلى شيء سعودي فوقه أكيد بس نحن باكستاني كمان باكستاني سعودي دوزدو اصدقاء ايش معنى قل لي الكلمات هل هي نفس الكلمات اللي موجودة باللغة العربية و لن تغيرتها شوية هو كان موجود بسعودي فوق و أنا غيرت باكستاني سعودي دوزدوز يعني باكستاني سعودين اصدقاء يعني صديق دوزدوز ايش معناها؟ صديق 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 اه و نفس في جملة ثانية ترجمتها نفسه و غيرتها؟ لا في غيرت يعني ايش اسمه جيت روح و امرأة ايش اسمه لا سدى محبتي رهي ياري يوهي جلتي رهي يعني خلاص حبنا دائمًا كده و يكبر يكبر يكمل كده يا سلام طيب خلينا اسمع منك شيء أنا ودي اسمع منك شيء اليوم بصوتك بس باللغة العربية طيب سعد انت سلمان ما مجد مثلك وين وجد مثلك صدقني قلل عاش سلمان يا بلادي عاش سلمان الله عاش سلمان ملكنا عاش سلمان سلام يا سلام احسنت احسنت يا سليم سليم اعطيني اغاني يعني او فنان اليوم تحس قريب منك من الفنانين السعوديين من اكثر فنان قريب منك أكثر فنان تسمعه راشد الماجد محمد العبدو محمد عبدو ما شاء الله لكن انا لا أحافظها اغاني حلى لكن لن تحبها ما شاء الله اكثر اغنية الراشد الماجد تحبها اي شي اسمها مشكلتي مشكلتي اي مشكلتي محمد عبدو محمد عبدو لم يسمعها فقط اغنيت اكثر هندي و باكستاني لكن عندما يوجد حفلة هم قالوا هذه الأغنية أنت تريدها نحن على طلبة جحز لك صعبة الموسيقى العربية؟ لا 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 مصعبة لا لا مصعبة هذه مرة مشكلة لا يمكن أن يغني صعبة يعني؟ مرة صعبة أي وصول صعبة مرة مين الصعوبة؟ يعني الموسيقى واحدة؟ لا لكن هناك شيء لأننا صوت باكستاني ونحن يغني صوت مرة عالي وضع لحجة وضع كلمات مرة فرق مرة مرة فرق من حلق كلمت ونحن نغني عالي مثل اللغة باكستاني كلم عالي مثل الآن عالي باكستاني كلم عالي مرة مرة فرق عندما أغنيت في ناس فهمت الحروف صعبة باللغة العربية مرة مرة صعبة من الباكستاني دعنا نرى فيديو لك سليم ونرجع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مكف بالفره لك أهل قسي ابتخرنا فيك يا وجزاد مكف بالفره لك أهل قسي ابتخرنا فيك يا وجزاد إنني سلمان و إن وجد مثلي آل لي جلي إنك سلمان و إن وجد مثلي آل لي جلي والشعب كلنا يرى لي عالسلمان يا بلادي عالسلمان عاش سلمان ملكنا عاش سلمان عاش سلمان يبتغي عاش سلمان هالسليم يعني ما شاء الله أنت بعد فترة بتغني عربية فسأحسن يمكن من الباكستاني أكيد طيب الباكستانيين اللي موجودين هنا بالرياض أو جدة يسمعون أغاني عربية كثير يحبون يسمعون الأغاني العربية والموسيقى العربية كثير كثير يعني الناس فيه كان كثير باكستاني هما درست مدرسة سعودية وتكلم عربي يعني زي سعودي أنا عربي كالصر عشان ما درست مدرسة سعودية وناس كان هم بفكر أنا مدرسة سعودية أكيد يكلم عربي زي سعودي بس فيه ناس كثير هما ما يكتر كلم عربي يعني أنت عشت بالرياض طول عمرك الثلاثين سنة هذه فيه أغاني وطنية تحفظها قديمة لا أغاني عاش تلمان هو سعودي فوق هو اللي أكثر شيء قريب وتقدر تحفظها ولكنك غيرت الكلمات على اساس تصير سهلة لك باللغة لا بس لو أقدر أغاني بالعربي بس عشان الحفلة هم ناس باكستاني أو سعودي الموجود لو أغاني عربي لازم يكون شيء جديد يعني كرياتيب يعني أنا كنت أشوف حسابك في التواصل الاجتماعي بكم موقع فيه تفاعل كبير فيه ناس كثير تدخل معاك وتشارك أنت توقعت حسيت أنه الشغل اللي بتسويه بيجيب لك الصدى هذا الصوت هذا من الناس أي أكيد عشان كده أسويها كل فكرة شيء يغير لناص يحب لو صويت نفس الشيء ما يحد يحب لازم شيء يغيره وحب مني وصوت عشان كده أغيره طيب وش تبغى تغني لنا وش تبغى تسمعنا أنا بترك لك الخيار أغنية يعني أغنية من اختيارك وش الأغنية اللي تبغى تغنيها لنا اليوم غني باكستاني أردنين باكستان؟ اي 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 اغني باكستاني غربنا تو سبكو جي جانسي بيارا لقتاهي تارا لقتاهي هم کو بھی اپنے هر ارمانو سے پیارا لگتا ہے تارا لگتا ہے او دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل وش تقول للكلیبات تشمع للكلیبات يعني كل واحد حب بلد باكستاني و نحنا حب باكستان او دل دل باكستاني قل باكستان وهي تستاهل باكستان حقيقة و يستاهل الشعب الباكستاني افغا اسمع منك وش اكثر اغنية يمكن غنيتها باكستاني و اللي عربي كان الجمهور يحبها اكثر في حبها ناس حب غني باكستاني كرير وكمان هندي والعربي اللي غنيت بس كان عاز سلمان و السعودي فوق فوق هيا هذي الاغنيتين اللي او انا كن اغنيت براو عليك انا غيرت كلمات سوية اردو اش هيل؟ براو عليك اغنية الاخليجية اه كويتية ايه سمعني ايها تذكرها اولا؟ ايه اكبر في الاردو ها ايه دیکھا تجھے لگا مجھے کے پیار ہو گیا تیرے لئے ہی دل دیوانا ہو گیا نا جانے پیچھے تیرے کب سے ہوں پڑا مسج کو مرکو لکتو دیکھ زرا ريبلايتو دي انستا بسناب في سبوك بفولو هاكيا فوتوكو تيري سبس زیادة لايك هاديا تيك توك متوش کو وايرل ما نهيتو هاكيا ريبلايتو دي جميل سليم لك ثلاثين سنه في السعودية تقول فتره طويله وش اللي تحبه في الرياض؟ حب كل شيء في الرياض كل شيء؟ لا لا لازم يصب في شيء محدد زحمة لا لا كل شيء رياض لما اي واحد عاش اي مكان يحطه جد خبر اي واحد كان صغير و عاش في المكان هو باكيد شيء انا برح جدا بس بحب رياض زي بيت الرياض لو تبعد عن الرياض فترة طويلة تشتاك؟ لا ها؟ ما تقدر تبعد؟ وناوي تبقى بالسعودية ان شاء الله؟ اكيد ان شاء الله اصلاً ما احب بروح باكستان اصلاً ما بروح بره غير سعودية في عندي فوصة بروح كندا وكيدا بس انا ما احب بروح بره لماذا؟ السعودية احسن بايش من كندا؟ كل شيء امن الحمد لله الحمد لله كل شيء تمام اصلاً ما شفت باكستان كثير برحت كان ثلاث مرة ثلاث مرة اصلاً احب باكستان مرة انا بحب باكستان مرة بس سعودية زي بيتان انت موجود عائلتك انا؟ كلهم انا امك و ابوك اما ابو توفى في الرياض الله يرحمه الله يرحمه و اخوانك موجودين الى الان ايه كلهم اخواني اخواني و مكمل في مسيرك كانت تعمل الان بشكل خاص تغني او مع مؤسسة و شركة لا اخواني باغنيك هذا ما في مواصسة الشركة لن يكون ان شاء الله في فرصة كان بحس بس انت غنيت الهيئة الترفية ايضاً في جدة يعني طلبوك و قالوا لك ايه اي صح ايه ايه غنيت ايضاً بالسفارة الباكستانية و كل الاغاني ذات كانت يعني فيها اغاني عربية و فيها اغاني باكستانية في معك فرقة موسيقية عربية يعني الموسيقى العربية التي تركبها تركبت اغنية على اغنية الموسيقى العربية تركبها أنت تركبها وتكتب الكلمات أم هناك أحد يساعدني واحد صديقي ساعدني لكي أكتب عربي مرة كويس أكتب كويس أنا أكتبها هندي وأردو نفسه مفرق أنا أكتب كويس لكن أربي لازم يواحد صديقي هو ساعدني لكي أكتبها طيب أنا بس يعني نريد أن نختم بس أريد أن أسمع منك هذا السعودي فوق فوق بس أريد أن أسمع منك تفضل است let's say دوسرا یہ گھر کہتے ہیں پاکی سعودی دوست دوست پاکی سعودی دوست دوست صدا محبت یہ رہے یاری یوں ہی چلتی رہے دوسرا یہ گھر کہتے ہیں پاکی سعودی دوست دوست پاکی سعودی دوست دوست جیت روح عمران خان اور محمد كنگ سلمان ملاهم سبك إحسان فاكي سعودي فوق فوق فاكي سعودي فوق فوق الله الله شكرا يا سليم شكرا لك شكرا لحضورك اليوم معنا شكرا شكرا والله يحييك دائما في بلدك الثاني السعودية وأنت وجميع أخوان اللي موجودين بيننا هذا بلدكم الثاني ومكانكم الثاني شكرا جزيلا لك يا سليم فاصلوا نحو حياكم الله من جديد الأصل أن ميثاق الزوجية وجد اليدوم ويستمر بين الطرفين إلا أنه في بعض الحالات قد يكون الحل الأنسب والأمثل لهم ما هو الانفصال والطلاق لكن ماذا بعد الانفصال هناك ما يطلق عليه البعض حق نفقة المتعة للمطلقة وفي ذلك خلاف كثير بين جمهور العلماء مفهوم يجهله البعض من كل الجنسين فما هي نفقة المتعة وهي موجودة أصلا لدينا كل هذه الأسئلة وأكثر يسعدني أن نطرحها لضيفي هنا في الأستوديو الأستاذ محمد العزي المستشار القانوني حياكم الله معنا أستاذ محمد شكرا لكم و بالدعوة أهلا وسأل الله أعطيكم العافية و شكرا لكم على حسن الضمي شكرا لكم طيب شكرا لكم على حسن الزوجية عندما يتزوج الرجل المرأة فإنه يجب عليه أن ينفق عليها و هذه النفقة يشترط أن يكون الزواج صحيحا في البداية و أن تكون المرأة في كنف الرجل و ليست ناشزا لأن الناشز لا تجب لها النفقة هذا فيما يتعلق بالنفقة بمفهومها العام أما فيما يتعلق بنفقة المتعة هي طبعا مذكورة في قول العز وجل مطلقات متاعب المعروف حقا على المتقين و في آية أخرى حقا على المحسنين و حقيقة هي من الأراء الفقهية المختلفة فيها تقريبا على ثلاثة أضرب أو ثلاثة أقوال و من أهمها أن هناك رأي يرى بأن النفقة هي للمرأة التي لم يدخل بها أو لم تمس أو يخلى بها و يرون بوجوب هذه النفقة الرأي الآخر يرون على الإطلاق و منهم أعتقد على الأحناف و الظاهرية على أن هذه النفقة تجب لكل مطلق و لذلك في الآية الأخرى يقول الله عز وجل و المطلقات متاعب المعروف يعني بشكل عام أطلق هذه الآية الشيخ السعدي رحمة الله عليه يرى أنها مطلقة و لكنها مقيدة بما ذكرنا في الدليل الأول بأنها التي لم يدخل بها ما لم تمسوهن أن تفرضوا لهن فريضة يبقى المذهب الوسط و الذي عليه هنا محاكم السعودية و هي أنها مندوبة لا يلزم بها الزوج و إنما يعني إذا رأى الشيخ مثلا أنها تجب في حالة فردية غير أخرى لأي سبب كان فعليه أن يسبب عليها أن يسبب قضية إلزامه بهذه النفقة و الغالب الذي رأيته يعني من خلال الممارسة و العمل سواء التسبيب إذا سمحت للتسبيب على الرجل أو المرأة لا لا على الشيخ الشيخ نعم يعني على الشيخ يجب أنه إذا حكم بها أن يسبب لماذا حكم بهذا الحكم إلى آخر يعني لكن إذا لم يسبب فمعناته يعني الأصل أن المحاكم السعودية على المذهب الحنبلي و رأي الحنابلة في هذه القضية أنها مندوبة و ليست ملزمة للزوج المطلب و السؤال هنا هو الأصل متى تستحقص للزوج النفقة بشكل عام ولا نفقة المتعة نفقة المتعة طيب بعضهم يقول بأن نفقة المتعة يعني يقننها ببعض المبادئ المعينة منها أولا لا بد أن يكون نكاح صحيحا يعني مثلا إذا كان النكاح مثلا عرفيا أو من الأنكحة الغير يعني شرعية فلا يحق لها المطالبة ثانيا لا بد يسقط إذا حقها في المطالبة لا تستطيع أن تتزوج زواجا غير شرعيا غير إسلاميا و تطالب بحقوقها المبنية عليه عليه نعم لأن الأصل في الموضوع أنه خطأ من الأساس نعم صحيح لأنه ما بني على باطل فهو باطل و لا يمكن أن يطالب بحقه من أجل باطل أو الأكس هذا أولا لا بد أن يكون النكاح صحيحا ثانيا لا بد أن يكون الطلاق واكع من قبل الرجل بدون رضا المرأة يعني هي ليست راضية عن الطلاق هذا و ثالثا و أخيرا أن لا يكون بسببها هي يعني يمكن أن تكون هي لا تريد أن تطلق مثلا و ليست راضية بهذا و لكن فيها عيب شرعي فلابد أولا أن يكون الزواج صحيحا أن يكون الطلاق من قبل الرجل و ليس من قبلها و أن لا تكون يعني مثلا راضية به و ثالثا و أخيرا ألا تكون هي السبب في مسألة الطلاق مثلا كعيب في مكاح كما تكون العيب شرعي و شو العيب الشرعي؟ طبعا العيب الشرعي قد يكون مثلا عدم الاستمتاع قد يكون مثلا إظهار يعني شيء قبل الزواج تبين خلافه مثلا بعد الزواج يعني مثلا كانت مثلا في حضور مثلا نظرة شرعية طويلة ثم تبين أنها عرجاء مثلا كانت تأخذ يعني حتى بعض الأشياء الحديثة الآن التي يجب أن يراعى فيها الزوج و أيضا حتى الزوجة يعني يأتيك الرجل مثلا بلحية سوداء و بعد ثلاثة أيام أربعة بعد الزواج فإلى به يشهب و العكس صحيح تأتي المرأة و هي متجملة و متزينة هذا يسقط حقها يسقط حقها نعم يعني المرأة اليوم التي تظهر في صحيح إذن غلطان المرأة التي تظهر بالنظرة الشرعية يعني الذي رجل أراد خطبتها أو الزواج منها و هي غشتها إذا جاز لنا التسبية غشتها زين في حالة قدر الله وقع الطلاق و ثبت فيما بعد أنه هي غشت في النظرة الشرعية يسقط حقها لا هنا يعني إذا كان مثلا المرأة أو الرجل يعني رأى يعني شيئا لا يعني يمكن أن يدوم معه الزواج بالاستمتاع مثلا كأن يكون الرجل عنينا مثلا يعني لا يستطيع أن يدخل بامراته أو العكس صحيح أن المرأة يعني مثلا ليست يعني مثلا قابلة للزوجية بأي إن كان مثلا يعني يفرض أن هي ما تعرف تطبخ في النظرة الشرعية يقول إلي روح يطبخي لكن لما يتبين من خلال ما تعرف تطبخ مثلا مثلا الأصل يعني الأصل أن المرأة تقوم على خدمة زوجها هذا الرأي المعمول به هنا لكن الظروف والمجتمعات تتغير يعني هناك بعض الأسر ترى أن الطبخ ليس يعني ليس حق شرعي لكن يجب على الزوج والزوجة أن يستبين قبل ارتباطهما حتى لا يكون هناك سبب للانفصال يعني بعض الأزواج حتى للأسف الشجد قاعد يتشبث بأي شيء فما بالك لما يأتي يقول والله أنا زوجتي ما تعرف تطبخ فقد يرى العرف لأنه في مثل هذا المسال يرجع فيها إلى العرف فقد يرى أنه سبب في محكمة و سببا وغير يعني سبب في بعض المحاكم الأخرى يعني لذلك من يطبخ لأبنائه إذا كان لا يستطيع أن يأتي بخادمة مثلا يعني لا لا يستطيع يتسول لا يستطيع فهناك بعض الأشياء التي يجب على الزوج أحيانا قد تكون هناك شيء أعظم من هذا و هو أن الزوج ربما يعني يجعل هناك آمال كبيرة جدا على الزواج و يعني يتوقع أن هذه الحقوق فعلا حقيقية و يتبين بعد الزواج أنه ليست هذه الحقوق يعني صحيحة فهمتها فيصبح هناك ربكة في مسألة الزوجية لكن نحن نتكلم عن إذا كان هناك خللا في النكاح أو في أثناء الزواج مثلا عيب من الرجل أو عيب من المرأة مثلا فهنا يسقط حقها في طلب المتعة إذا كان من طرى فيها هي طيب هل يمكن رفع قضية نفقة بدون طلاق نعم إلا النفق المعروفة النفق المعروفة هي أن المرأة مثلا تتضرر مثلا أن زوجها لا ينفق عليها مثلا شحيحا أو مثلا بخيلا بخلا لا يعطيهم ما يعيشهم العيشة الكريمة فهنا تستطيع المرأة بموجب الأنظمة الجديدة أن تطالب بحقها أن تطالب بحقها بالنفق ولكن يعني في نفس اللحظة يجب أن تكون هي يعني امرأة يعني نبيها بمعنى أنها لا تدخل تنساق خلال النفقة وتطلب مثلا شيء لا يستطيعه الزوج مثليش؟ مثلا يعني مثلا بعض النساء كان احتياجها مثلا يعني كمثال طبعا نقول لك تحتاج مثلا من 500 إلى 1500 ريال ما بين هذين الأمرين فلما تذهب تريد أن تطابق أو تطالب بالنفقة تجد أنه في نساء يطالب بخمسة آلاف ريال عشرة آلاف ريال طبعا بناء على أزواجهم رواتبهم مثلا ثلاثين ألف أربعين ألف بينما هي زوجها مثلا خمسة آلاف ثمانية آلاف فهي لا تنساق خلف أنه والله أنا إذا طالبت بيعطوني نفس المبلغ هذا فتبدأ هنا المشاح أجل كيف تقاس؟ الأصل يعني كيف اليوم أنا أقول أنه هذا الرجل يلزمه شهريا المبلغ الفلاني ألف عشرة آلاف خمسة آلاف وش المعايير؟ أولا يعني من فضل الله عز وجل علينا نحن في السعودية وزارة العدل وزارة العدل يعني عملت خطوات جبارة وأنا كنت في مؤتمر خارج المملكة فكان أحد الأخوة من المتحدثين يقول والله أنا كنت تحسدون على الأنظمة وعلى الدقة الموجودة عندكم في وزارة العدل بشيء يعني يسبقنا بسنوات ضوئية يعني لدرجة حتى مثل ما تفضلت به توجد حاسبة يعني الوزارة العدل وهي تقريبية ليست حقيقية تدخل عليها المرأة تضع راتب زوجها تضع عدد الأبناء إلى آخر فيطلع لها المبلغ تقريبي لأن الأصل في النفقة أنها وأنفقوا من وسعكم يعني أو النفقة تكون من وسع الرجل يعني من دخله حسب دخله ارتباطاته ولذلك القاضي عندنا في السعودية يستطيع أن يدخل على يعني على ما يملكه الرجل أو الزوج من رواتب من مدخرات الحساباته الحساباته البنكية فيعرف ما له و ما عليه بينما الدول الأخرى لا قد يأتي الشخص مثلا ويحكم عليه الشيخ وهو لا يعرف أصلا يعني ما معنى ويحب له الشيخ يدخل بدون أمر قضائي نعم يعني إذا كان مثلا قضية مرفوعة منظورة منظورة نعم حتى بدون صدر حكم حتى بدون صدر حكم طبعا نحن نمر بفلثرة معينة في وزارة العدل أنه أولا تطرح على الخبراء الخبراء يقدرون مسألة الاتفاق بين الزوج و المرأة مثلا المرأة تقول والله ألف و خمسمائة الرجل يقول والله أنا لا أستطيع إلى ألف ريال فيصلون معهم إلى اتفاق معين إذا اختلفا تذهب القضية إلى قاضي بعدما تذهب إلى القاضي فإن أبى الرجل فله حقية أن يطلع على مواله و حقوقه الخاصة و من خلالها يحكم بما يرى أنه أفضل للرجل يعني للزوج و للزوجة هذا بشكل يعني مختصر طيب هل تعد نفقة المتعة و نحن نتحدث هنا و أنت أردفت قبل قليل بمعرض حديثك في البداية و قلت وش تفاصيل نفقة المتعة و كيف تحصل عليها المرأة هل تعد حقا شرعيا مطلقا للمرأة أم لا أولا تعرف أن الفقهاء يعني رحمهم الله يعني اختلفوا في هذه المسألة على أقوال عدة و لا يمكن أن يعني أن يضبط الجانب القضائي في جميع الدول و ليس فقط في السعودية إلا أن يكون يعني يذهب على مذهب معين فنحن في المملكة العربية السعودية مذهبنا المذهب الحنبلي و المذهب الحنبلي يرى بأنه هذه النفقة هي يعني غير ملزمة غير ملزمة و هي مندوبة بينما مثلا في المغرب و في تونس يرون بأنها ملزمة و يحكمون بها يعني يحكمون بها صراحة و يلزمون الرجل بدفعه عملا بالمذهب عملا بالمذهب الذي سواء كان الحنفية أو حتى رأي الظاهرية و ما شبه ذلك في مصر أعتقد أنه في قريب تم تعديل أيضا الأنظمة و اللواحي متعلقة بالأسرة و بدأوا يحكمون بها لكن يجب أن يفهم بأنه لا يمكن المرأة هي أن تكون ناشزا و أن تكون سببا رئيسيا في الطلاق مثلا ثم تأتي أيضا تطالب بالمتعة هنا سؤالي في كل المذاهب التي تطبق نفقة المتعة هل تشترط هذه المذاهب سلامة العلاقة بين الرجل و المرأة أن لا تكون ناشزا و أن لا تخرج عن طاعة زوجها لحصول على نفقة المتعة الأحناف الظاهرية يرون أنه ليس شرطا ليس شرطا بينما الحنابلة الحنابلة يرون بالندب أما أعتقد أن المالكية على ما أعتقد أو جزء كبير من الفقهاء يرون بأنه لا بد أن يكون هناك تفصيل في الموضوع لا بد أن يكون مثلا أن المرأة لا تكون مثلا هي السبب الرئيسي في الطلاق و الانفصال و بمعنى أصح أن وجهة نظرهم في الموضوع أنها تطيبا لخاطر هذه المطلقة لانفصال الزوج عنها بدون رضاها هذا هو المفهوم الواضح بالنسبة لهم ما أكثر من خبرتك و تعاملك أستاذ محمد أكثر الشكلات التي تواجه المطلقات أو حتى المطلقين من الرجال في قضايا النفقة بشكل عام و ليس فقط في قضايا النفقة المتعة الطلاق هي مسألة كبيرة جدا و تعاني منها مجتمعات كثيرة ليست فقط السعودية حتى في مصر حتى في بعض الدول العربية تعاني من ارتفاع كبير جدا في الفترة الأخيرة للطلاق و أعتقد أن العام الثقافي و المعرفي و التربوي حتى له دور كبير في هذه المشكلة يعني أنا أعتقد أن الأسرة يجب أن تكون أشبه ما يكون بالمنظومة أو بالمنظمة فإذا كان هناك خلل في هذه المنظمة سواء خلل قيادي يعني إذا صار هناك قائدين في البيت هناك شكالية كبيرة جدا من الذي يصدر و من الذي ينفذ أيضا إذا كان هناك مصادر إنفاق غير معلومة أو مهدرة أيضا سيكون هناك خلل في هذه المنظمة فإعتقد أن التكيف مع تغير الظروف المجتمعية التي نعيشها الآن و الثقافة و أيضا حتى الأمور المادية كان سبب عام الرئيس جدا في مسألة الطلاق أنا الذي أرى و أنصح به نفسي و الجميع أن يجب على الزوج و المرأة أن يتخيلوا نفسهم أنهم فعلا في منظمة حقيقية و لا شك إذا كان هناك أبناء هذه مشكلة كبيرة أن يتم تصفية الأبناء و هضم حقوقهم من أجل طرفين في زوجين مثلا لا يستطيعون أن يقوموا بالطريقة لذلك هناك توجه كبير جدا من وزارة العدل صراحة مشكورة و تعميم صادر بإنهاء هذه القضايا سواء النفقة أو الحضانة أو كل ما يتعلق بالزوجين قبل إخراج الطلاق هذا شيء جميل جدا أن تحسم هذه المواضيع ثم بعد ذلك يخرج سك الطلاق و كل هذه الأمور محلوة كان سابقا للعمل على أن يطلق الرجل و يتم الآن توجه صحيحا أو بمعنى صح أن هذا هو الأصل الذي يجب أن يمشعر هناك نقطة مهمة ذكرتها صراحة و أكدت عليها و أرجع بس أخذ منك تفصيل حولها هناك انطباعات أو اعتقادات أو معلومات حتى خاطئة سواء عند الرجال و عند السيدات فيما يتعلق بحقوقهم في النفقة أنه يعني يدخل لواحد المحكمة يفترض أن هذا حق مطلق له بشكل لا يقبل الجدال لو نبغى نعرف حقوق الرجل و المرأة في النفقة ما هي؟ متى يحق للمرأة أن تطالب بالنفقة و متى يحق للرجل أن يلتزم بالنفقة أو لا يلتزم بالنفقة متى يكون ذلك و متى يكون ذلك؟ طيب أولا يجب أن نفرق بين نفقة المرأة الزوجة و نفقة الأبناء هذا شيء و هذا شيء؟ نعم هذا شيء و هذا شيء دعنا نخرج الأبناء بالنسبة لنفقة الرجل أو نفقة الرجل على الزوجة بمعنى صح هي واجبة من انعقاد النكاح إلى انفساخ النكاح بطلاق بائن و ما تشمل النفقة من الزوجة للزوجة؟ المأكل و المشرب و الملبس و الصحة كل هذه الأمور كاملة نعم لا يمكن أن تجزم و لذلك أنا قلت لك إلى انتهاء طلاق البينون أو البينون الصغرى أو الكبرى لماذا؟ لأن هناك بعض الأزواج إذا طلق و لا زالت في العدة فلا ينفق عليها هنا يجب أن ينفق عليها ملزم بها نعم و يحق لها أن تعود عليها بل يسن أن تبقى المرأة في بيتها مع أبنائها ما هو مثلا يطلق الآن و تشيل العفشة و تروح لا السنة و الأصل أنها تبقى مع الأبناء لأن تنتهي هذه العدة و يجب عليها أن ينفق عليها وجوبا لما تنتهي عدة خلص تذهب إلى أهلها و لا نفقة عليها إلا ما تحدثنا قبل قليل خلال فقه في مسألة نفقة المتعة فهنا يجب أن ينفق عليها مأكلا و ملبسا و مشربا و مسكا إلى آخر ذلك حتى أن كانت عاملة حتى لو كانت تعمل حتى لو كانت تعمل ولذلك لكن هذه نقطة مهمة يجب أن يتم التنبه لها أن المرأة إذا كانت موظفة فيجب على الزوج أن ينفق عليها حتى لو كان لديها راتب و لكن هي يجب أن تعرف أن عملها الذي تعمل به لا يكون حجة لها على التقصير في واجباته في بيته في تربية الأبناء في قيام بشؤون الأسر و في حال حدث ذلك يحق له يعني لا أريد أن أقول أن يسد هذا الأمر بشيء آخر مثلا بدون تصريح لكن إذا قصرت فإنها ستفقد مثلا نفق ثم يقول أنا زوجتي خرجت من البيت و لم تكن بخدمة أبنائي تعمل و أنا ما أقدر أمنعها أنها تعمل و حقها أنها تعمل لكن يا شيخ هي اليوم تعمل قصرت في واجباتي أنا و واجبات أبناء هذا اللي تبقى تقول نعم و بذلك يكون هنا فيه نقاش حسب القاضي إذا كان تحق النفق أو لا تحق في حلقة الصحة لا 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 يعني أنا أريد أن أصل إليه هو أن لا تكون متشددة كثيرا في مسألة النفق على الزوج و الله عز وجل قد يعني أعطاها لأنه مهما حرص الإنسان إذا كان يعمل و هي تعمل لا بد أن يكون هناك تقصير ليست مثل المرأة التي في بيتها من الصباح حتى يمسي مثلا بس هذا أنا هذا سؤالي أنه ما يسقط حقها ما يسقط حقها نعم إذا كانت قائمة بواجباتها في بيتها و هي تعمل ولا يعني يوجد عليها أي مادخل أو خلل أو كذا فيجب عليه أن ينفق عليها بدون أي يعني اعتبار آخر يعني لا يسقط هذا الأمر لكن أنا أقول مقارنة يعني تقديرا من الزوجة على تقصيرها مثلا في حال انشغالها عن الزوجة لأبناء أنه أيضا تساعد يعني تساعد كلمة خيرة من هذا المنبر نصايح توجهها من هذا المنبر سيد محمد أول شيء أريد أن ألفت العناية إليه هو الأبناء لأن الأبناء هم الجيل الذي سيأتي مستقبلا وهو الذي عندما يكون الإنسان على طراح الفراش هو الذي سيقوم به فإذا أفسد التربية من الآن فسيجد عاقبته مستقبلا فيجب أولا أن يفرق بين مسألة الضغينة بين الزوجين و عدم استخدام الأبناء كوسيلة تصفية حسابات هذا أول ثانيا الطلاق ليس عيبا النبي صلى الله عليه وسلم طلق فضلاء كرام تطلق بدون أي مشاكل بالتراضي يعني عندما ما المانع أن يكون الالتقاء عن طيب نفس و يكون الفراق عن طيب نفس أيضا كذلك و أن يكون هناك يعني وسائل وتسريحهم بإحسان وتسريحهم بإحسان و وسائل لمسألة إذا كان هناك أبناء أن يتم يعني للأسف الشديد يعني هناك مشكلة و هي أنه أصبح الآن هناك مساومة بين الأبناء يعني كيف بمعنى أنه أنا إذا أتيت عندي أنا الولد فسأعطيك حرية أكثر و أنفق عليه كذا المرأة تقول لا أنا إذا أجلست معي سأعطيك و تذهب فيضيع الولد هنا مقابل التنازلات التي يقدمها الزوجين من أجل الاحتفاظ بالورقة الرابحة التي يعتقدون أنها هي الصحية فهذه مشكلة كبيرة يجب أن يكون هناك أيضا يعني دراية حول أن هذه منظمة مجتمعية و هي الأسرة و التي يقوم عليها المجتمع و هي في المستقبل و لو اعتني بها العناية الصحيحة سنجد أن المجتمع من حولنا يعني يكون أكثر رقيا و ثقافيا و حضاريا هي قاعدة المجتمع يعني تتكلم عن الأسرة و تتكلم عن نواة المجتمع بالدرجة الأولى فكلما صلحت الأسرة صلح المجتمع صلح حاله شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد العزي المستشار القانوني و كل هذه المعلومات و الرضاحات تتمنى أن نكون قد أجبنا على كثير من الأسئلة المطروحة اليوم حول موضوع النفقة و تحديدا موضوع نفقة المهتعة حياكم الله من جديد يوجد لدى بعضنا الكثير من العادات السيئة و الخاطئة التنمر يعتبر أحد هذه العادات و التي بدنا نلاحظها بشكل شبه يومي مع الأسف الشيء إلى ذلك أطلق مجلس شؤون الأسرة التوعوية حملة مالك حق و التي تستهدف حماية الطفل من التنمر و نشر الوعي المجتمعي حول التنمر لدى الأطفال قبل الحديث و نقاش هذا الموضوع دعونا نتابع هذه المادة ثم نعود التنمر مشكلة خطيرة تهدد أطفالنا تترك أثار سلبية عدة عليهم تبقى في ذاكرة كل طفل و تؤثر في صحته النفسية على المدى البعيد و عالمياً 50% من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عام أفادوا بتعرضهم للعنف من نظراءهم داخل المدرسة فما هو التنمر؟ هو اعتداء متكرر على شخص آخر عمداً جسدياً أو نفسياً بهدف إظهار القوة على حساب شخص آخر للتنمر عدة أنواع التنمر اللفظي والتنمر الجسدي والتنمر الاجتماعي وإتلاف الممتلكات والتنمر العاطفي أو النفسي والتنمر الإلكتروني الخطير جداً و من أبرز الأسباب التي تؤدي للتنمر التعرض لمشاهد العنف ثم تدني احترام الذات وتعويض هذا الشعور من خلال سلوك التنمر جذب انتباه الآخرين كذلك وأخيراً التفكف الأسري لمن تعرضوا للإساءة والعنف ويمكن إيقاف التنمر من خلال تعاملنا الواعي مع أطفالنا باستماعنا لهم وتشجيعنا لهم على الحديث عن أي مضايقة وأن نظهر تجاوب مع ما يشعرون به وأن لا نلومهم حتى لو كان تصرفهم غير صحيح ذلك سيمنحنا المعلومات التي ستضمن حمايتهم تأثير التنمر ليس لحظية بل هو متراكم وطويل المدى وذلك قد يؤدي إلى عواقب جسيمة ولذلك نقول لمن يمارس هذا السلوك مالك حق شكراً لزملاء لهذا التقرير اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في الأستوديو لأستاذة سيمة الخريف عضو لجنة الطفولة من مجلسيون الأسرة والأستاذ هذال السليمان وعضو اللجنة الاستشارية للطفولة يحييكم الله معنا وشكراً لقبول الدعوة الله يحييك الله يحييكم شكراً لدعوتنا نعلاً أبدأ من عندك استاذ هذا إذا سمحت لي ما يجعلنا نتكلم عن التنمر ما نقصد بالتنمر؟ التنمر هو طال عمرك سلوك متكرر يهدف الحق الضرر لفرد أو مجموعة معينة من قبل فرد أو مجموعة معينة جيد أستاذ سيمة هل هناك أنواع للتنمر؟ نعم هناك تنمر اللفظي وتنمر الجنسي وتنمر الجسدي وتنمر الاجتماعي فهناك كثير من أنواع التنمر وهذه الأنواع في الغالب الموجودة وش أكثر بيئة تتكاثر فيها؟ التنمر هي مشكلة مجتمعية وهناك تنمر إلكتروني أيضاً سواء كان إلكتروني يكثر في الآن يمكن في الفترة الحالية بالذات فترة كورونا زادت أعداد التنمر الإلكتروني التنمر اللفظي هو تنمر اللي دائماً نعرفه اللي هو ما بين الأحد بكلمة أو يسبه بأي شيء يكون عارف عنه من أول فيكون هذا التنمر اللفظي فالتنمر يمكن البيئة اللي تخلق تنمر هي بيئة فيها تنمر من أول أو فيها عنف أو فيها إساءة من الأول فهي نتيجة لبيئة قائمة اعتادت التنمر كسلوك واعتبرته من ضمن البيئة الآمنة للطفل نعم ومن الجدير بالذكر أن التنمر هو سلوك يكتسبه الطفل من بيئته وليس سلوك وليس طبع أو فطرة يولد به الطفل إذن هو شيء مكتسب بالدرجة الأولى يأخذه من أقرانه واللي حوله؟ يأخذه من أقرانه يأخذه من مجتمعه يأخذه من بيئته من أسرته من أي نموذج موجود عنده حوالينا الطفل أنا بروح له الذال لأنني أسأله هذال نحن تعودنا بالأحياة عندنا أو حتى ضمن نطاق أسرتك أو عائلتك أو قبيلتك دائما يتنمرون عليك يقولك خلع عشان يصير رجل خلع عشان يتعود خلع عشان يكسى وشلون نحن نحمي أطفالنا اليوم ونحمي أبنائنا من هالحالة اللي موجودة إذا كانت بالفعل حالة اجتماعية زي ما قالت أستاذ سينا البداية على الأسرة الوعي بمخاطر التنمر كذلك الأسرة للأسف يعني مثل ما ذكرت بعض الأحيان يكون أصلا التنمر صادر من الأسرة نفسها بالمقارنة أو بإطلاق بعض الألفاظ أنت عندك ابن علشان يكون لابنك مهيّل استقبال مثل هذه التنمر و مثل هذه القضايا لابد أنك توعيه ولابد أنك تقوي شخصيته من طبعا إشراكه في الأنشطة الرياضية أو الثقافية أو ما إلى ذلك وفيه آثار سلبية ممكن تمر على الطفل من هذا التنمر نعم قد يصبح الطفل المتنمر عليه متنمر في المستقبل بسبب الضغطات و ردة الفعل بس هذا الآثار اللي احنا نتوقعه أنه ينتقل من شخص طبيعي يعيش حياته بشكل طبيعي لشخص متنمر ولا فيه آثار نفسية تمتد لأبعد من هذا الشيء طبعا فيه آثار نفسية التدني مستوى الدراسي لدى الطفل كذلك عدم الرغبة بالمشاركة في الأنشطة الاجتماعية تدني في مستوى ثقة النفس لدى الطفل ممكن أضيفين الأثار السلبية اللي على الطفل المتنمر أو المتنمر عليه تمتد في الطفل على المدى البعيد يعني حتى إذا كبر ما ينسون التنمر اللي يطرع لهم حتى إذا يعني يقولون أبد بيكبر وينسى ما ينسى التنمر يمتد إلى المدى البعيد حتى في أعمار كبيرة يتذكرون يعني وش اللي يبقى في النفس من التنمر عند الأشخاص لأن التنمر هو يستهدف شيء في هذا الشخص يمكن هذا الشخص لا يرغبه فيه مثل إيش مثل يتنمرون هذا الشخص بدين هذا الشخص قصير هذا الشخص يلبس نظارات غيره وبعدين فيه اللي أكبر وأكبر وأكبر فيستهدفون هذا الشخص يتنمرون عليه زي ممكن يقولون له انت سمين انت سمين انت سمين سواء بالكلام وبعدين يزداد يزداد التنمر فالشخص فعلا يحس أن هذه الصفة هي صفة سيئة وأحيانا يعني الصفة ما يكون له ذنب فيها شيء كلمين عن حملة مالك حق؟ حملة مالك حق حملة مالك حق هي ظهرت من أذهان أطفالنا أطفال اللجنة الاستشارية للطفولة ودعني بس أعطيك نبذة عن اللجنة الاستشارية للطفولة هي لجنة نشأت من لجنة الطفولة في 2019 تم إنشاء لجنة مكونة من 18 طفل ذكور وإناث ما بين 11 سنة إلى 17 سنة وهدفهم الأساسي هو مناقشة قضايا الطفولة فمن ضمن القضايا اللي ناقشناها مع أطفالنا أطفال اللجنة الاستشارية كانت قضية التنمر فقررنا أننا نطلق حملة للتوعية بالتنمر وسميناها مالك حق هذال هذه الحملة تستهدف من؟ هذه الحملة تستهدف الأسر والأطفال وكذلك المجتمع المهتم بقضايا الطفولة ونطاقها الجغرافي محدودة بمدن أو لكل المملكة موجهة؟ موجهة لكل المملكة العربية السعودية للجميع طيب سيما أنا بصراحة أديت سؤال مهم ونحن دائما نتكلم عن التنمر وطرحنا يمكن هذا الموضوع فيه هلال أكثر من مرة واستضفنا حالات يعني متنمر عليها بشكل كبير وهالشي أثر عليهم يعني أنا أذكر أحد الحالات اللي كانت موجودة معنا كان يفكر بالانتحاب نتيجة التنمر والحالة اللي وصلناها صحيح حقيقة السؤال لا زال مطروح يعني لا زال تعلق الجرس هذا من فترة طويلة أليس من المفترض أن يكون لكل أسرة أخصاء اجتماعي أو أخصائية اجتماعية سواء عبر المدارس أو حتى عبر مراكز متخصصة يكونون موجودين متى محتجنا إليهم؟ هناك جزء كبير من عملية التنمر والاستمرار هو مرتبط بالوعي لدى الأسرة صحيح أو انخفاض هذا الوعي بشكل كبير رؤيتهم أنه أطفال بزارين ويتزاعلون ما عليك منهم تركهم متى نصل لهذه المرحلة أننا نشوف الأب أو الأم قادرين أنهم يروحون مع أخصاء ويتكلمون معهم مع براحتهم؟ أو الطفل نفسه في مدرسة في النادي في أي مكان متى سيكون هناك إلزام لوجود أخصائيين اجتماعيين يستمعون للأطفال؟ والله نحن نتمنى وجود أخصائيين اجتماعيين في المجتمع في المدارس المرشد الطلابي له دور كبير في المدارس لكن المرشد ليس أخصائي المرشد تربوي يدرس مناهج تربوية لا حتى علاقة لا يعرف كيف يتعامل مع الحالات هذه بس المفروض أنه مستقبلا يصير فعلا يبدأ يشوف يشوف العلامات الحمراء على الأطفال من اللي أنه عنده ممكن أن نشوف سواء كان خفاض في تحصيل دراسي بدأ الطفل بالانعزال هذا عنده مشكلة الأطفال بدأوا يتنمرون عليه بسبب شيء معين هنا دور الأخصائيين النفسية أنا معك وأتمنى أن الأخصائيين يصيرون أقوى لكن يمكن اللي أنا أتمنى أكثر وهذه هدف حملتنا اللي هي تهدف أولياء الأمور والأسر أنه نبغى نوعي أولياء الأمور والأسر بأثر التنمر على الطفل على المدى البعيد من حق الطفل أنه يعيش بكرامة ويعيش في بيئة في مجتمع خالي من تنمر أو أي إيذاء فإحنا نبغى نوعي الأسرة وطبعا على قولهم اللي ما يعرف الصقري شوي إذا الأسر ما يعرفه وش هو التنمر وما رح يفهمون أن اللي قاعد يحصل لطفلهم تنمر جي هذال رسالة ما لك حق في الحملة هذه تحاولون توصلونها لمن؟ للأسرة والطفل وكذلك الشخص المتفرج كلهم ما لهم حق أنهم يسكتون عن هذا الشيء للأسف مثل ما ذكرت لك بعض الأحيان يكون التنمر موجه من قبل الأسرة بلهم الطفل على سبيل المثال لنفترض أنه الآن عندنا أسرة وعندهم طفل غالبا لو تلاحظ أخوي جمال أنه ليش ما تصيرين زي بنت خالتك أفلانه ليش ما تصير زي ولد عمك أفلان لماذا لا تصير؟ مقارنة مقارنة فهذا الشيء يأثر على الطفل ويقتل شخصيته طبعا كل شخص مننا في هذه الدنيا وجد لرسالة معينة يقدمها ويرحل لا يوجد أحد مننا يشبه الآخر نحن طبعا مساندين للآخرين وكل شخص يعزز للآخر لكن لا يوجد أحد يشبه الآخر لازم تعرفون هذا الشيء طبعا الأسرة لازم تكون واعية بهذا الشيء واذا تقول للمتنمرين؟ الحقيقة ما لهم حق لأن الشيء هذا يترك أثر على الطفل كذلك ويأثر على صحة النفسية هم ممكن يجدون بهذا الشيء قوة لكن أنا أعتبره ضعف ضعف لما تستغل قوتك اتجاه شخص معين هذا ضعف ولا يبقوة أبدا صحيح رسالة أخيرة يعني لهذه الحاملة أو الدين دكرة ستتسيما قبل الختام فقط بس بحقب على ما ذكرها الزال أن مالك حق هي فعلا مالك حق إحنا الإسم هو للمتنمر والمتنمر عليه مالك حق تتنمر على غيرك وتعرضه للإساءة مالك حق أنك أنت تسمح لغيرك أنه هو يعرضك للإساءة ويضايقك فهي المسمى للاثنين يمكن أحبك كلمة أخيرة أوجهها للأسر أن افتحوا أبوابكم لأطفالكم وعوا أطفالكم بقضية التنمر وكيفية التعامل مع المتنمر كونوا قريبين من أبنائكم كونوا أنتم خير داعم لأبنائكم أشعروهم بالأمان و الله يحفظ إن شاء الله أبنائنا وأبناء الجميع آمين جهود جبارة حقيقة مجلسون الأسرة كانت دور كبير جدا خلال الفترات الماضية منذ إن شاء حتى اليوم صارنا نشوف حملات توعوية أكثر تجاه تربية الأبناء وحقوقهم بحيث أن نضمن اليوم بيئة آمنة وسليمة لكل هؤلاء الأطفال شكرا جزيلا لكم الأستاذ سيم الخريف عضو لجنة الطفولة مجلسون الأسرة الأستاذ الثالث سليمان عضو اللجنة الاستشارية للطفولة الرسالة مهمة جدا أتمنى أن تصل لكل أب ولكل أم اليوم خصوصا التنمر الإلكتروني ما يجري خلف الأبواب من المهم أن تقفون وتستمعون لأبنائكم رح تتفاجون باللي قاعد يحصل فاصل ونعود حياكم الله من جديد في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى بزارة الصحة ففعلت صحة جزان نظام السكتة الدماغية عن بعد المقدم من قبل مركز الإقليم الصحي للقيادة والتحكم في جزان والذي يوفر فرصة لتوسيع لعاية السكتة الدماغية إلى المناطق النائية والتي تبعد عنها الخدمات بسبب التضاريس وعورة الطريق معي للحديث حول هذا الموضوع الدكتور محمد مطران زيلعي استشاري المخ والعصاب ورئيس قسم العصاب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في جزان حيث يكلم معنا دكتور محمد حسنا عليكم حياك الله أهلا بك أهلا وسهلا وفرصة سعيدة لتواجد السينو الله حي دكتور بالبداية يعني أريد أن أسمع منك بشكل مفصل يعني لمحة عن السكتة الدماغية ما الذي يقصد بها وما الذي نتحدث هنا عنه فيما يتعلق بهذا النظام وتتبع ذلك في بادي الأمر باسم جميع أفراك تريد أن أفضل اقتصال لحالات فكرة اقتناغية أنا أتقدم ببلغ الشكر وجزيرة الانتنان في مقافة من حرمين الشريفين على ما يليه من رعاية كريمة للقطاع الصحي بشكل عام وفي موقفة جزان بشكل خاص فالكفزات الكبيرة التي اقتصدها صحيح جزان التي تعمل كبير والمتواصل من القيادة الرشيدة التي تولي القطاع الصحي اهتماما كبيرا على كافة الأصعدة فيما يسهم في صناعة مستقبل رائز للقطاع الصحيح بشكل عام على صحة جزان والدعمين لمجاح تفقيل برنامج خدمة تنقاذ حتى الدماغ يعني لهم من كل الشخص والعرفان على الدعم المتواصل ونسأل الله أن يبارك فيه هذا الجميع بالنسبة لحالة الدماغية وبشكل مختصة هي عبارة عن عند تتخذ التوقف أو تعرض التدقف الثم إلى أجزاء الدماغ مما يحرم أنسج الدماغ من البصدين الضروري جدا ومواد التغذية الحيوية التي يجب أن يعمل عليها الأجزاء المخت ليكون الإنسان يستطيع أن يتقدم جميع الوصد المطلوبة بشكل سليم هذا بتعريف مختصر بالنسبة أو ما تعنيه السكتة الدماغية بالنسبة للبرنامج الذي قمنا بفضل الله سبحانه وتعالى بعدما كانت كل الجهود مثل هذا البرنامج الرائع الذي يختم مرضى السكتة الدماغية فهو عبارة عن نظام خاص مرتبط بتقنية الصبب الاستقالي ونحن طالي في هذا النظام يتم تقييم الحالة من وحدة الفرض لكثم الطوارئ في حالة اجتباه أن وجود سكتة دماغية والقايم على ذلك ويكون من كفاءات من الطاقم التمريضي بالمباشرة مباشرة ويكون هناك اجتباه في الجلطة الجلطة التماقية ثم يتم بعد ذلك تبعيل الكود الخاص لذلك هذا الكود بعد ذلك يتم استكباله عن طريق منفق الطلب الاتصالي الذي يتم توجيهه إلى طبيب الأعطاء في بادي الأمر يتم تبعيل الكود عن طريق قسم الطوارئ في المستشفى ومن ثم عن طريق المنصف للجلطة التماقية إرسال الكود إلى المركز الإقليمي الطفل للقيادة والتحكم عند وصول هذا الكود يقوم المعنيين في القيادة والتحكم بالتواصل مع طبيب الأعطاء المناول طبعا في أثناء تفعيل الكود المباشر تتوزع المهم على دميع الفريق في جسم الطوارئ فالفريق التمريض يقوم بمتابعة المرض وقياس الضغط وقياس الضغط وقياس الضغط عند تلك عند الهزوم ويقوم الفريق التذبي بمعاينات المريض وعمل أشعة الأشعة المقطعية ثم بعد ذلك يستطيع طبيب المخ والأعطاء من التواصل مع الطاكم التذبي في جسم الطوارئ عن طريق اتصال المريض الجميل في الأمر أن هذا النامج يعطي لطبيب الأعصاب الصلاحية الكاملة لفحص المريض بشكل وأيضا في الحديث مع المريض مما يساعد في الوصول إلى التشخيص السليم بحول الله بعد ذلك يتم مواجهة نعم أنا أسف المقطعات الكتور بس أبعرف هالشيء والخدمة هذه كيف رح تنعكس على مرضى السكتة الدماغية إيش اللي رح يتغير يعني هذا التدخل هذا النوع من التدخل كيف رح ينعكس على المريض نفسه هذا التدخل يعني يفيد المريض بشكل كبير إذا علمنا تزايد أولا تزايد حالات السكتة الدماغية بشكل عام وعرفنا أن النسبة تعتبر السكتة الدماغية هي السبب الثاني للقاء على مستوى العالم والسبب الأول للعاقبة الدستية كذلك الإحطائيات على مستوى البلد في تزايد فيتوقع أن تصل نسبة الإصابات إلى أكثر من 30 ألف حالة في حلول عام 2060 بالإضافة إلى أن كل دقيقة لمريض الجلطة الدماغية تعني أكثر من 10 ملايين خلية عصبية مريض السكتة الدماغية يحتاج إلى دقائق معدودة أو يحتاج خلال من برور الأعراض خلال الساعات الأولى الأربع والنصف في فترة هذه إذا لم يحصل المريض على العلاج المنافس ممكن قد تؤثر عليه مستقبلا بالإعاقة الدستدية التي تعيقه عن عمل وظائقه الحيوية أتدخل في هذا الوقت علميا ثبت بناء على الجمعيات الإمريكية والكندية والأوروبية أن في استخدام العلاج المخبط أو المعلاج المسيل للجلطة تساعد كثيرا في تحسن حالة المريض فالتدخل في الوقت الحاسم قد يمكن وصول المريض إلى مرحلة الأمان والإبتعاد بفضل الله إن شاء الله عن العاقة الدستدية التي ممكن تؤثر عليه مستقبلا دكتور يعني هذه الخدمة هي سابقة طبعا الأولى من نوعها على مستوزارة الصحة وتقدم مع المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم لماذا تم اختيار جيزان تحديدا من بين مناطق المملكة ما هو الهدف إذا تحدثنا عن منطقة جيزان فأنت تتحدث عن منطقة دف مساحة متفعة يوجد بها تضارف جغرافية مختلفة ومتنوعة في هذه الحالة طبعا عندما تحدث عن تتحدث عن منطقة جيزان التي يوجد فيها أكثر من 16 محافظة ومساحة المتزايدة في حالة أن المريض صارت مع جلطة في مكان وعر أو في منطقة جبلية في الحالة هذه يبقى على المريض الوصول إلى المراكز المهيئة التي تقدم هذه الخطمة بشكل ثالث وبشكل مثالي وجود مثل هذه الخدمة وخصوصا إذا علمنا كما أتلاق أن عامل الوقت مهم جدا في حالة الجلطة الدماغية وجود مثل هذه الخدمة يساعد المريض ويفتح بوابة أمل للمرضى الجلطة الدماغية بحيث أن توفير الخدمة المناسبة لهم هذا مما يزيد من فرص النجاح لديهم كذلك سرعة حصول المرضى الفترة الدماغية على العلاج المناسب بالوقت المناسب بمواقعهم دون الحاجة إلى نتمهم أو تحويلهم إلى المستشفى الأخطاء يؤثر أو يؤدي بمعنى أصح إلى فترة وضع الأمل لديهم تسهيل الحصول على الخدمة الطبية في فترة زمنية وجيزة وبجودة عالية يعتبر من الأشياء المميزة جدا في هذا النظام اختيار منطقة جيزان هو حر من المسؤولين في منطقة جيزان خصوصا أنه وفا للإحطيات الأخيرة في منطقة جيزان جاية حالات السفة الدماغية فعلى سبيل المثال إذا تحدثنا على إحدى المستشفيات مثل المستشفى الأمين محمد بن ناطر خلال الست الأشهر الأولى من هذه السنة كان معدل حالات السفة الدماغية شهريا يقوق 130 حالة فهناك حاجة ماسة إلى مثل هذه البرامج الصفمة التي ممكن أن تحدث لنا نقلة نوعية خصوصا بالاستفادة من الثورة الرقمية الموجودة عن طريق تمج القدرات البشرية مع التكنولوجيا الحديدة شكرا جزيلا لك جهود مباركة يعطيكم العافية شكرا لك الدكتور محمد مطران زيلعي استشارة مخه العصاب الرئيس قسم العصاب مستشفى الأمير محمد الناصر بجزام متحدثا عن هذه السابقة التي قامت بها صحة جزام بتفعيل نظام السكتة الدماغية من خلال الطب الاتصالي ختام يا هلال إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة